نشكر قناة آنيس لشرفتنا بالحضرتها لتنوير الرأي العام بكل المشاريع اللي سفادت منها مدينة سفيزف فيما يخص المشاريع التنموية التي سفادت فيها المدينة سفيزف هناك مشاريع مختلفة في المشاريع التنموية فيما يخص فيما يخص المشاريع النشاط الدعم التنموية والاجتماعي والاقتصادي لمدينة سفيزف استفادت من سبع مشاريع منها دراسة ومتابعة وإنجاز أقصى من مدرسة بنت خيسي يحيا تاكسية بالخصان الزفتية لحي 140 ساكن بوهند يحيا دراسة ومتابعة إنجاز والتجهيز مطعم مدرسي عصام بن عبدالله تهيئة الخارجية لقرية بن تالا أشغال تهيئة على مستوقعات العلاج الواقع بشارع مصطفى بن بولعيد توسيع طريق لشارع العربوي إحمد كالهدى دوبروفا تهيئة الملعب الجواري بحي 141 ساكن هذه المشاريع الكالي السوني مات منها منذ أقل التضام وضمان الاجتماعي المحلية هناك استفادت مدينة سفيزف تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لعمارة الوسطى بسفيزف تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لحي 2114 ساكن تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لعمارة الوسطى لذلك نحن عودنا للتهيئة على تجديد شبكة المياه تهيئة الخارجية لحصة الأرصيفة والطرقات لشارع عبار رمضان للمشروع السوليم إنجاج ساحة عمومية بالجهة الشمالية الشرقية لبولة سفيزف تجديد الإنارة العمومية بقرية بنيتالا تهيئة الملعب الجيوية بطريق سيديحية تجديد الإنارة العمومية شارع الأمير عبدالقادر العربي بن مهيدي بوخال خال الحبيب عبد الرمضان عرصرقية عمرون أحمد عيسى ديدي وهذه المشاريع كالي استلمنا من سوني مت منها هذا في مخص المشاريع هذه المشاريع تمت 25 مشروع بمبلغ إجمالي يقدر بـ 22 مليار سنتيم شكرا